توسعت مخايف الفلاحين بولاية عين الدفلة من إنعكاسات الجفاف على المحاصيل الفلاحية في ذل تواصل شح الأمطار للعام الثاني على التوالي فعادة ما تشهد أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر تساقط الأمطار التي تعتبر بشرى خير للفلاحين وتنبئ بموسم زراعين وعدة لكن هذا العام تميز بارتفاع درجات الحرارة وبداية خريف جافة الجافة أثر على الفلاحة أثر عليها بصفة كبيرة بزاف على كل حال ركتوف كما ركتوف الأرض هنا أين قلبت في سبتمبر وقعتين ما زالوا كارواة وقعتين كونت كوباتة باش تنزل عقم حوق كل حال نطلب من رب العالم إن شاء الله ربي غيثنا غيثنا فع إن شاء الله ويبقى الحل الثاني اللي هو هي مكاشة لازم الصردات لازم التسهيل في عملية حفر الآبار نطلب منه سيد الولي هنا وليت عنده فلا نطلب منه باش يعطي أوامر ويعطي تعليمات باش يسهلوا في عملية حفر الآبار هذا واتخذ عدد من الفلاحين إجراءات استباقية لمواجهة الجفاف والتقليل من الأضرار والخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها المواسم الفارطة من خلال بناء أحواض مائية والاعتماد على تقنية السقي بالتقطير أحواض المائية هذو نستعملهم خاصة في موسم كما كشوح الأمطار والجفاف نستعملهم في السقي بالتقطير والرش المحواري يقول ما نستعملوش بزاف كيكون شوح الأمطار ما نكون صموش الماء بزاف التقطير ما يكون شلماء بزاف حاجة قليلا ونخفو الخدمة على روحنا فلاحة تمشالها السبب واش عندك الماء ويطالب فلاح ولاية عين الدفل السلطات بتسهيل إجراءات حفر الأبارة لإنقاذ الموسم الفلاحي ومواجهة الجفاف عن طريق استعمال تقنيات السقي بالتقطير لتوفير المياه يا ربي أحمد الله ورحمنا يا ربي يغيثنا يا ربي يغيثنا غيث النافع اللهم اسقي عبادك وبهائمك وأشجارك وأحي بلدك الميت يا رحم يا رحمن برحمتك نستغيث فارحم ضعفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا ولا تآخرنا بما فعل السفهاء منا نسأل الله عز وجل أن يغيثنا الغيث النافع ولا يجعلنا من القانطين